أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يأتي تنفيذه وفقاً لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التنمية الشاملة بمحافظة الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار والعمل على تعزيز الميزة التنفسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكنها وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلية وخلال الاجتماع تم استعراض نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في طري برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المعنية وقطاع التنمية الريفية والحضرية هذا وقد تم تنفيذ خمسة ألاف ومائة وثلاثين مشروعاً في العديد من القطاعات المختلفة بإجمالي استثمارات وصل إلى اثنين وعشرين مليار ومائتين وخمسين مليون جنيه كما أن هناك حوالي ثمانية ملايين ومائتي ألف مواطن استفادوا من مشروعات التنمية المنفدة ثمانية وأربعين منها بالمئة منها من السيدات ترجمة نانسي قنقر